ستكمل مع بعض حل الضمب بتاع CCNA 2.201 دلوقتي احنا معدنا مع سؤال رقم 64 ده اللي بصفحة رقم 27 السؤال ده بيقول ايه الحدثين اللي بيحصل اوتوماتيك لما انت بتضيف جهاز جديد على Cisco DNA Center هو هنا قصده ان انت بتضيف سويتش او روتر او جهاز compatible مع DNA Center لما اضيف جهاز جديد على DNA Center وزي ما احنا قلنا الـ DNA ده من يعتبر من الخدمات الجديدة او البلاتفورمز جديدة اللي اساسكم قدمها واللي بيدعم فكرة الانتنت باست نتوركينج وده مصطلح ممكن ندور عليه عشان نعرف اكتر عنه يعني لما اضيف جهاز جديد على DNA Center حاجتين بيحصلون اول حاجة ان الجهاز بيبقى في حاجة اسمها managed status بيبقى الجهاز ده managed بيتم اقدارته بواسطة الـ DNA والحاجة التانية انه هو بيتحط في حاجة اسمها global site global site يعني بيتحط كده في بول البول دي فيه كل الاجهزة اللي لسه متضافعت DNA حالا بعدها حضرتك ممكن تاخد الجهاز ده وتحطه في سايت خاص بيه تقول مثلا ده في الـ HQ ده في الـ branches الى اخر هذا الكلام فالاجابة الصحة عندنا هنا ان الـ device assigned to global site والاجابة التانية انه هو بيتحول لـ managed فالاجابة هي ايه وده السؤال البعكية بيقول ايه الـ two benefits اللي انا بستخدم الـ port fast عشانه زي ما احنا فاكرين مع بعض الـ port fast لما كنت بقى enable port fast على port switch الـ port بيتحول من حالة الـ blocking لحالة يعني مش بلوكينج حتى الـ port بيتحول اول ما بيوصل الـ port او اول ما بيوصل الـ port في switch الـ port بيدخل في الـ forwarding stage على طول فالـ port مش بيعدي في مراحل التعلم بتاعت الـ spinning tree الـ port مش بيقعد 40 ثانية لو شغال regular STP ومش بيقعد 20 ثانية لو انا شغال rapid spinning tree الـ port بمجرد ما بيوصل الكابل الدنيا بتشتغل على طول في ميزة تانية الـ port fast بيقدمها وهي ان بيمنع ان الـ port ده يبعد حاجة اسمها topology change notification topology change notification دي من الحاجات اللي بترهق السويتشات اللي في الشبكة لأن بمجرد ما اي port بيقع في الشبكة الـ port ده بيبعد حاجة اسمها TCN او topology change notification لكل السويتشيز اللي موجودة جوه الشبكة دي النتيجة ان كل السويتشيز دي بتقول الحقه ده فيه كابل واقع في مكان ما في الشبكة تعالوا نحسب حزبتنا من القوله جديد عشان نتأكد ان وقوع الكابل ده مش محتاج مننا ان احنا نفتح port كان معموله block ونحاوله الـ forwarding عشان نرجع ان الـ traffic يمشي في الشبكة طبعا لو بتكلم في ليفل port مع end user فالـ T-CN مالوش لازمة لبورت مع end user والطبيع ان بورتات الـ end user تقع كل شوية وتشتغل الجهاز بتاع الـ user بيتطفى وبيشتغل على عكس اللينكات اللي بين السويتشيز وبعضها ففي الحالة دي لما انابل الـ port fast على port الـ end user انا بستفاد ان انا هقلل اللي ممكن يحصل عندي في الشبكة بسبب ايه بسبب ان انا بلغي ان بورتات الـ end user تبعد حاجة اسمها topology change notification الإجابة عندي هنا هتكون ان الـ port automatically placed الـ listening دي غلط enable interface بعد خمسين ثانية مش هكمل اقصى ايجابة السؤال interface never generate voltage change notification دي بالنسبة لأيجابة صح enable interface to move to learning غلط مش بموف للـ learning انا بروح على طرف حاجة اسمها ايه forwarding immediately فكده دي بالنسبة للأيجابة الصحيحة الاجابة هتبقى الـ C وهتبقى الـ E زي ما انا شاهدين السؤال باكا بيقول network admin الطلب من ان هو يكونفجر VLAN 2.3 و 4 لـ implementation جديد بعض البورتات لازم تتحط في الـ new VLANs وفي بعض البورتات غير مستخدمة هتفضل موجودة او هتفضل بورتات غير مستخدمة يعني انت مطلوب منك تجيب switch وتعمل عليه 3 VLAN VLAN 3 و VLAN 4 و VLAN 2.3 و 4 في بورتات من الـ 24 بورتس هتفضل في VLAN 2.3 و 4 لكن هتفضل حبة بورتات ولا هتفضل في VLAN 2.3 و 4 الـ recommendation هنا ايه من نظر السكوريتي ان البورتات دي تتحط في unused VLAN وبأكد تعمل لها shut down الـ unused VLAN دي بنسميها black hole VLAN طب يعني ايه unused VLAN يعني نعمل VLAN اسمها VLAN 100 والـ VLAN دي مالهاش جتوي و مالهاش اي حاجة و احط البورتات اللي فاضية دي في VLAN اللي اسمها 100 النتيجة بالنسبة لي ايه ان البورتات دي لو حد وصل فيها هيبقى قاعد منعزل تماما عن اي حاجة ده علاقة بالشبكة طب ليه ما سبهمش VLAN واحد عشان فيه security risk كيانا انا احطهم في الـ native VLAN اللي هي VLAN واحد طبعا لما احطهم في black hole VLAN فيه اضافة جديدة ممكن تتضاف ايه ان انا امن عن الـ VLAN دي اللي هي black hole تعدي من على trunk فكده ضمنت ان البورتات دي لو مفتوحة و حد وصل فيها هيبقى في معزل تماما عن اي حاجة موجودة ده هو الشبكة فالاجابة عندي ان انا احط الـ ports دي اللي هي البورتات الـ unused بحاجة اسمها black hole VLAN السؤال بحاجة بيقول ايه الفنكشن اللي بدي تم عملها باستخدام خاصية الـ DHCP snooping الـ DHCP snooping من الخواص الجميلة جدا في موضوع security احنا كده اخدنا حاجة يعني الـ DHCP snooping ما اخدناش حاجة تانية اعتقد احنا كلمنا بس على الـ VLAN هوبنج attack والكلام ده كله بس الـ DHCP snooping دي بتعمل ايه كخاصية بص يا جماعة فيه هجوم بيحصل في الشبكات اسمه DHCP starvation attack ترجمته الحرفية بالعربي تجويع الـ DHCP يعني ايه تجويع الـ DHCP فيه نقطة ضعف موجودة في ايه شبكة نقطة ضعف دي هي الـ DHCP server الـ DHCP server ده بيوزع مثلا رينج من 100 IP address فممكن لو حد عايز يائز الشبكة يجيب جهاز كمبيوتر عليه سوفت وير معين والجهاز ده يعمل fake DHCP discover request كل request بمك ادرس fake جديد النتيجة ان الـ DHCP server هيجيله خلال مدة عشر ثواني ألف request DHCP لألف fake mac المكان دي مش حقيقة المكان دي كلها fake وفيه tools بتعمل الكلام ده النتيجة ايه ان الميت IP address اللي الـ DHCP المفروض ان هو يوزحهم هيروحوا كلهم في ثواني لما هيجي يوزر legitimate يوزر مصرح لي ان هو يشتغل يطلب IP من السيرفر الـ IP مش هنقض عليه النتيجة ان الـ يوزر مش هاخد IP address والنتيجة كمان ان الـ يوزر مش هيعرف يشتغل والدنيا هتقف من غير مواقع switch ومواقع كابلات انا هنا هجمت الـ DHCP الحل من وجهة نظر الشبكات انك بتـ enable على بورطات الـ end user خاصية اسمها الـ DHCP snooping بتعمل ايه الـ DHCP snooping دي؟ بتقول فيها ان الطبيعي ان الـ port بتاع الـ end user يبعت request IP DSP 1 هو بيبعت discover مش هيبعت 50 discover اخر ان هو يبعت 1 او 2 او 5 بافتراض ان الجهاز ده واصل من عن طريقه مثلا تليفون فالتليفون بيطلب IP address والجهاز بيطلب IP address فانت بتعمل DHCP snooping عشان يعمل rate limit rate limit يعني ايه؟ يعني يحد من الحد الاقصى للرسائل بروتوكول معين وفي الحالة داعك من الرسائل بروتوكول ايه؟ بروتوكول الـ DHCP فالاجابة الصح بالنسبة لنا ان هو بـ rate limit certain traffic والـ certain traffic اللي احنا نقصده هنا هو الـ traffic بتاع الـ DHCP السؤال بكا بيقول ايه البلين اللي بتعمل centralised ايه البلين الـ centralised بالـ zone controller كلمة غريبة جدا بصراحة هي مش zone controller هي دي خطأ يملاقي جوه ضمب اتوقعه حاجات زي كده هو هنا قصده SDN controller الطابقة اللي احنا قلنا او الـ layer اللي هي في services او control او data plane اللي بتبقى centralised في الـ SDN هي control plane طبعا بيبقى controller واحد هو اللي بيمانج multiple data planes distributed across the network بتاعتي فالاجابة طبعا هتبقى control plane هي دي الطبقة اللي معمول لها ايه؟ هي دي الطبقة او layer اللي معمول لها centralisation السؤال اللي بيقول بيقول اللي ما بين الكات 5A والكات 6A الكابل الكابلات UTP او كابلات بمعلقة صحة وتوسطة Working فالـ 2 لو فية حاجة بينهم المشتركة الـ 2 بيدعموا في الصغيرة 1 جيجا والـ 2 بيدعموا max 100 متر الإجابة اللي عندي هنا الـ 2 بيدعموا 100 متر والـ 2 بيدعموا او بمعنى اصح بيدعمه على الاقل واحد جيجا وهلاقي ان في واحد منهم بيدعم واحد جيجا والتاني بيدعم ابتو عشرة جيجا لكن الستيل لسه بيدعم واحد جيجا طيب بعد كده اللي عندي بعد كده ان هو جايب لي زي مثال او جايب لي زي صورة بيقول لي بالنظر للمثال دوت فهو واضح كده ان دي او اس بي اف نيبرشيب في برودكاست نتورك الطيب في نتورك دي برودكاست فكده هيحصل في النتورك دي دي او راوتر و program designated router زي ما احنا تعلمنا في ال cosplay عشان يحصل اهắcتشن للد دي او البي دي او راوتر الروتر اللي هو هيكون عليه اعلى priority هو's pdr والروتر التاني فيالباوريتي هو اللي هيكون الしょうspeed طب هو ايه الطلب الي هنا؟ الطلب الي هنا بيقول بيقول ان الكرنت دي او في الراوتة وفي النتورك اللي هو الر5 وہاو ده والBDR اللي هو R4 اللي اتنين دول بيحصلون في لابنج في لابنج يعني الانترفيزز بتاعتهم بتقعة وتقوم كل شوية فالنتيجة ان حالتهم كل شوية ان كل شوية التوبولوجي بتاعت الOSBF بيحصل فيها مشكلة فهو بيقول لك حالة المشكلة دي عن طريق ان انت تخلي ان جهازين تانيين غير واحد واثنين او مقاسب غير اربعة وخمسة يبقوا هما الDR والBDR فالحال إيه ان انت هتخوش التوفيزززت على الانترفيزز Distrator بتاع الراويتر ده مثلا وتقول له IP OSBF breakout في موضوع الDRپDRى ده ده على الفترة من المواضيع اللي فهمها مهم جدا في الموضوع الOSBF لانهم من الاساسيات جماعا اللي احنا لازم نبقى عارفهن اف مجال بالشباكات وزي ما قلنا الDR و الBDR بيحصل في البرودكاست نتور طبعا هنا هو جايب لي برودكاست يعني ايه يعني الاجهزة كلها متشاركة مع بعض على نفس البرودكاست ميديم لو ده بعد برودكاست كل الاجهزة هتستقبل فمن هنا بتبرز اهمية الBDR وده موضوع بصراحة يعني طويل في شرح الOSPF طيب هنا بقى بعيت لي حبة Configuration بيقول لي اول Configuration الربعة وخمسة انا اصلا مش عايزة اربعة وخمسة يبقوا هما الDR وهنا برضو عندي اربعة وخمسة انا برضو مش عايزة اربعة وخمسة يبقوا هما الDR فالاجابتين دول بالنسبالي هي غلط لان انا قلت ان دول بيفلابوا فالاجابة مش هتطلع من ده او من ده طبعا ال Priority بتاعت الOSPF ماكسيمم متر 55 وده راجع لي ايه لان ال Field بتاع ال Priority في رسالة الOSPF 1 Byte فان بايت يعني 8 بت يعني 2 باور 8 يعني 256 احتمال من صفر إلى 255 فكونك بتحطي احتمال 259 و256 حضرتك بتهزر معي في الضم فالاجابة الصح هي دي طبعا لان ال Priority انا مخطوطها صح 255 و242 فالاجابة الصح طبعا اتبقى Option Number C اللي هو ال Option ده السؤال اللي بتعكيه برضه جايب لي Exhibit او جايب لي Output من Command معين او من Topology معينة شو IP Route وبيقول لي هنا ايه المترك اللي هيستخدمه ال Route اللي رايح لل Destination او رايح لل Host 33 المفروض هنا 28 دي يعني شبكة فيها 16 Host يعني لو 32 فالمفروض الشبكة دي تبدأ من 32 وتنتقى عن 48 وانا شرحت ازاي بجيب الكلام ده بدماغي بسرعة فحنا هنشوف الشبكة اللي بتروح 32 هلقى ان الشبكة دي فعلا هي 32 ايه بقى المترك اللي موجود هنا خلي بالكو يا جماعة في ال Routing Table اول Value بتكون موجودة دي بتبقى Admin Distance بعدها بتكون المترك وزي ما قلنا ما بعد قبل كده ال Admin Distance دي بيتم الاختيار على اساسها الاول لو تساوى او تساوت ال Admin Distance هنختار بعد كده المترك المترك بيكون مكتوب بعد ال Slash اللي بعد ال Admin Distance اللي هي القيمة دي القيمة دي بكام بمية تلاتة وتسعين يبقى المترك عندي كام المترك عندي مية تلاتة وتسعين فعلا ان هي الاجابة رقم i السؤال اللي بقى بيقول Drag and drop activity او الوصف بتاع AAA احنا قلنا بكده طبعا AAA هو اختصار Authentication, Authentication, Accounting اتمنى ان انتوا طبعا تكونوا بتعملوا او بتاخدوا نوت صوراية على كل كلمة بقولها فبالتالي هتقدروا ان ترجعوا للمعلومات بسرعة Authentication اختصار لا ايه انه بيعمل Authentication فدور على الحاجة اللي بتقول المعنى ده Verify identity هي دي Authentication طب Accounting ده اللي بيعمل Logging بيعمل Tracking فهدور على الحاجة اللي بالمعنى ده هتبقى دي Tracking activity بيرائب الحركة او بيرائب انت بتعمل ايه Authorization انا طبعا مش عارف ايه هي COA هي بالمناسبة اختصار لحاجة اسمها Change of Authorization بس زي ما قلنا الكلام الغريب عليك في drag and drop skip ودور على اللي بعده والاجابة اللي هتفضل هي اللي هتبقى مشها معاك وإن كان برضو Change of Authorization مش حاجة صعبة Change of Authorization دي حاجة باستخدامه في الradius عشان اعمل update للattributes من غير الدخول في التفاصيل اكتر لان انا مش عشرح دلوقتي ايه هي attribute وايه هو الradius بس ايه حاجة ليه علاقة بالdute1x والi's اللي احنا كلمنا عنه قبل كده اللي هو بيشتغل حاجة اسمها network access control الauthorization هو ده اللي بيدي ال Access rights او هو ده اللي بيدي فده الاجابة الصح اخر حاجة زي ما احنا قلنا ده اللي بيعمل update للsession وفعلا حاليا الاجابات زي ما انا قلت بالضبط السؤال اللي بعد كده ده السؤال الاخير معانا في دلوقتي ايه ال Access layer اللي بتعمل Threatmatigation technique بناء على ال Identity ال Access layer اللي بتعمل او اللي بيعمل authentication على مستوى data link layer او على مستوى network layer بناء على مين اللي بيحاول لوجين هي حاجة اسمها اللي احنا قلنا انه هو بيشتغل مع ال ice اللي بيكون عبارة عن ايه ان اليوزر لما بيوصل على قورت متفعل عليه .1x authentication السويتش بيقول اليوزر ابعتلي اليوزر name والباسورد اللي متconfigure عندك فساعتها اليوزر بيبعت الباسورد واليوزر والباسورد للسيرفر او للسويتش السويتش بيبعته للنك او نتورك اكسس كنترول سيرفر زي ال ice ال ice بيفيرفاي وبيرجع المعلومات التاني ويقول للسويتش اسمح للراجل دي يخش الشبكة او ما تسمحلوش انه هو يدخل الشبكة وقلنا برضه انه ممكن يعمل حاجة تاني انه هو يدخله في VLAN معينة بناء على الراجل ده جروب فانو اقداره او عضو فانو اقداره في الشركة طبعا حاجة عظيمة جدا فالاجابة بتاعتنا 8002.1x طبعا انت ممكن عش عارف الاجابة دي فهتقرى الاجابات وتشوف انت عارف ايه ومش عارف ايه هتلاقي ان ممكن الاجابات دي كلها مش بتقدي الغرض ده فحتلاقي في الاخر ان الاجابة المجهولة واللي هي ممكن تبقى هي بقى هي الصحة هي 82.1x حد هنا كده نكون وصلنا للصفحة رقم 31 احنا كده جماعة باللي احنا عميه ده احنا حلينا حوالي 71 سؤال على مقطع 78 سؤال من اجمالي 475 سؤال زي ما احنا شايفين احنا كنا ماشيين بالتفاصيل كتير جدا في الاسئلة احنا خدنا وقت طويل بنشرح 79 سؤال ولكن زي ما انتوا شايفين احنا مع الوقت بدأنا نلاقي ان في اسئلة متكررة فان شاء الله حتى الرتم بتاعنا في الصفحات اللي بعد كده ممكن احتمال يكون اسرع شوية لان في معنوات تشرح امي كتير احنا كنا بنستغرق وقت واق في شرح الكونسر كمان اتمنى منكم تكونوا طبقتوا تكونوا طبقتوا الحاجة اللي انا قلتها في اول فيديو خالص لما كنت بتكلم ازاي نذاكر الضمب انا وانا شغال عموما او انا عموما بحضر للفيديو انا طبعا بقرد ضمب قبل ما ابدأ اشرح لكم فزي ما انتوا شايفين انا كنت بادئ على ملف الملف بدأت تكتب فيه البوينتس اللي انا بشوفها في الضمب وبدأت تعزز الملف ده بصور واشكال توضح الموضوع بشكل افضل اتمنى ان انتوا كمان تكونوا بتعملوا حاجة زي كده لان حاجة زي كده هتفيدكم جدا جدا في دراستكم ان شاء الله شكرا جزيلا ليكم ان شاء الله اشككم في الفيديو الجاي بكرا باذن الله استكمالا لحل الضمب بتاع CCNA ومنتظر منكم اي تعليقات او اي اقتراحات او اي اراء نقد بناءة في التعليقات او في الرسالة الخاصة شكرا جزيلا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة